موسيقى 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 السلام عليكم وحمد الله وبركاته نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير التمسح والعافية يا رب محبا بكم اليوم في فيديو جديد قناتي وقناتكم ام البانين الفيديو ان شاء الله سنحده مع بعديتنا كيكا كيكا من الكيكات اليومية العادية بشكله من ضراقي والمضاق كذلك الامر هائل غادي تعجب الصغير قبل من الكبير لانه فيها دخلت فيها واحد اللمسات اللي غادي تعجب الوليدات الصغارين وغادي تحمسهم يكلوها واليمالات نكلكم تديروها لمحتف في الواجبات المدرسية انتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وانا الاستحسان ديالكم ويعجبكم التقنية اللي خدمت بها هاد الكيكا هادي وتجربوها ان شاء الله في كيكات ديالكم اللي غادي تكون بمقادير اللي هي بسيطة جيد بسيطة وكتجي كم قوت لكم منظر هائل واي واحد غادي شوفها في الولها الاولى غادي غايفكر كيفاش دارت تتصوبة هاد الكيكا وجازب هاد المنظر هذا نتمنى اينا الاستحسان ديالكم الفيديو ديال اليوم بقاوا معايا ان شاء الله ان شاء الله هادي الوصفة هادي ان شاء الله غادي نحتاجوا ثلاثة المطبخ كاس الاربع ديال زيت نباتية كاس ديال سكر سانيدة كاس الحليب كذلك بحرارة المطبخ سكر فاني ساشي ديال سكر فاني وساشي ديال خاميرات الحلوية من 15 القرام وغادي نحتاجوا هنا البيبيتاس ديال شوكولات الحبيبات الشوكولاتة اللي غادي نزينوا بها وغادي نحتاجوا كذلك الامر الكاكا والمر والدقيق حسب الخالط وغادي نحتاجوا لهذا الملوين غذائي اللي غادي يكون هو اللي غادي نزينوا به الطبقة الوسطانية اول حاجة كنضيروا البيت ديالنا كل شي بدراجة حرارة المطبخ ساشي حاجة ما غادي تكون برده غادي نزيدوا على البيت ديالنا الزيت وسكر سانيدة ديالنا والحليب وغادي نزيد السكر فاني يعني كذلك غادي نخدم جميع المقادر في الدقة اللولة غادي ندير واحد رشيشة الملحة وغادي نبدأ نطر بهم في الاول غادي نستعمل غادي طراب اليداوي ممكن لكم السامر غادي طراب اليداوي كذلك كتنجح فقط انا باش نختصر عليها شوية الوقت وغادي نستعمل طراب الكهربائي او البطي دورة غادي نطحن به هادك الخالد ديالي مزيان حتى كنشوفه الجانس وطلق لي بحل الرغوة من الفوق وغادي نخليه واحد شوية حتى كنحصدك السكر سانيدة ديالي دابت هاد التقنية هدي كنت ذكرت سبق لي وذكرتها معاكم في واحد الفيديو سبق لي نزلته في القناة دائما الكيكا فاش كنجينا نوجدها في النبل لولا كننخلط العناصر اللولا مع السكر سانيدة ونخليت السكر سانيدة حتى كيدو بشي شوية عد كنكمل عليها بالطحين وهدا باش دك السكر سانيدة كتدوب وكتجيني متجنسة مع الباقي العناصر المهم بعد ما كننطحنهم زيان كنبدو نضيف الدقيق ديالي كنزيد عليها خاميرات الحلويات وغادي نبدو نخلط طبعا الحال انا في الوصفة ديال كيكا اليومية ديالي العادية دائما كنستعمل الدقيق حسب الخالط يعني عيني ميزاني انا غادي نقول لكم التقنية باش غادي تعرفوا فوقاش غادي تحبسوا عليها مدقيق باش ما تجيكمش قاسحة وفي نفس اللوقت باش ما تجيكمش خفيفة وتثبط لكم في الفران كنستمر بهالطريقة هادي كنزيد دقيق ديالي على حسب القياس وكنخلط فوقاش غادي نعرف صافي باللي راه غادي نحبس عليها مدقيق من اللي كان نهز الخالط ديالي وكنشوفوا كيبقى كيبقى لي دك كيبقى لي دك الراسمة ديالي وفوق من العجينة هاكا كنز بالطر وكنشوف رسمة دياله بقتلين فوق من العجينة كان عرفها يعني صافي ما غاديش نحتاج نزيد ها الدقيق هنا غادي نقسم العجين ديالي المقادر ديالي غادي نقسمهم على ثلاث اجزاء ثلاث اين غادي نحتفظ بهم بلا ملوين وثلاث الواحد اللي غايكون اللي غايكون اللي غادي نزيد لعليها الملوين غدائي وغادي نخلطو انا استعملت الازرق لانها والوليدات مطابعة الحال كيبغيوا اللون الازرق دائما يمكن لكم استعملوا اي ملوين اخر حمر او خضر او اللي رشقت لكم عليه هنا يا كنزيد دك الحبيبات ديالي ديالي كنزيد لهم حت شوية الكاكاو او الدقيق اللي متوفر عندكم اللي بغيتو فقط التقنية هادي باش دك الحبيبات ديال شكلات ما كيهبطوليش في العجينة ديالي باش كيبقوا ليف باش كيبقوا وشد دي المندر ديالي كيف ما بغيتو فست فست الكيكام بعد ما كات طيب لانه ولما درنا لهمش هاد هاد دقيق كيهبطولي صحت وما كيجيش لمندر ديالهم فست من الكيكام مزيون الصافين بعد ما كنزيد تخلط ديال العجينة اللي كنزيد لها الملوين غدائي كان وجد كان سبق لي وجد المول ديالي كان دهنوا بالزبدة وكان رش عليها الدقيق وكان حتفض بيه باش مني كنسالي مش مني كنسالي تخلط ديال الكيكا ديالي كيكون عندي واجد هنايا كان ديف الجزء الليول ديال مقادير ديال الكيك ديالي وكيف ما لاحطوا كان زيد عليهم الكاكاو كان غرب له فوق من دك الجزء الاول ديال الكيك ونزيد عليها الجزء الثاني اللي غيكون فيه المولوين حتى غادي نقدوم زيان في المول ديالي ومن بعد غادي نزيد عليها طبقة واحدة اخرى ديال كاكاو كان نتوفر عندكم الكاكاو المرسل تعملوه وكان فقط شو الشوكولات اللي كيتضاف مع الحليب حتى هو ممكن لكم تديروه يعني اللي متوفر عندكم ستعملوه ما كينحتاش اشكال كنزيد عليها الطبقة الثانية ديال كاكاو ديالي وغادي نضيف الباقي ديال الخالط اللي عندي غادي نضيرو من الفوق الفيديو راه موضح تقنية مزيان يعني ساهلة وكاتجي كيف ما قد لكم هائلة لا في شكل ولا في المنظر ديالها وكيف ما كتلاحظو هادي الكيكا ديالي بعد ما ساليت الطبقة ديالي كلهم كنكون مجد الفران ديالي على درجة حرارة متوسطة كندفعها الطيب اللي في الفران صافح تاكا الطيب وكنخرجها من الفرق ومن الفرن ديالي وكنقلبها كنخليها حتى كتبردلي مزيان كيف ما كتلاحظو هادا الشكل ديالها مبعد ما قلبتها كتجي خفيفة كنتمنى انكم تكونوا لحظو الخفة والهاشاشة اللي فيها كتجي طغية بزاف وكذلك حتى في المنظر ديالها كيجي هائل هنيا بعد ما كنخليها تاكا تبردلي شي شوية كنجو كننوجد واحد شوية ديال المربا او كونفوتير كندفعه شي شوية في ميكرو اوندا او فوق النار عادي المهم كندفعه واحد شي شوية وكنندهن به الوجه دياله باش غادي نزين يمكن لكم تستعملوا الكوك يمكن لكم تستعملوا اللوز ايفيلي او كونكاسي او او فقط سكر سكر غلاسي او اللي بريتو تزينوا بهم كلكم تكيبقى هاد الامر متعلق بكم انتم ما وشنو كتبغيو في تزين او انا تعمت انا نندير هاد هاد البرلاس صغيرين اللي في اللون ازرق او كيفما قلت لكم محبابين بزاف بالنسبة للدراغي الصغارين او هاد شي عليش درتو وكيفما كتلاحظو من الداخل عندي في اللون ازرق داك شي عليش زين تتم الفوق باللون الازرق هادي هي الكيكا ديالين بعد ما زينتها تمنى الفيديو ديالي يوم يكون نالسي حسن ديالكم وتكونوا استفتوا منه وحد ولو بالشي القليل من هاد المنبر كنت نوجه لكم الشكر الجزيل لتفاعل ديالكم و المتابعة ديالكم وعلى التعالق الغزالة اللي كتبين على الطيبوبة ديالكم وعلى كرم الأخلاق ديالكم لا يجازيكم بخير كتفرحوني بزاف بزاف الكيكا ديالي هانا غا نقطعها معاكم دابا غادي تشوفوا كيفاش غادي جي الشكل ديالها كتجي هائلة حتى احتمد طريقة ديال تقطع لحتو كيفاش كيهبط فيها المستغياد غي يعني كتجي طغية بزاف وهذا هو الشكل النهائي وبالنسبة لوليداتي عجبتهم بزاف حماقوا عليها وذك الشي اللي كانت اللي كنت بغا في الصراحة يتعجبهم نديلهم شي حاجة لي جديدة وتلفت من انتباه ديالهم وتشجعهم انهم يياكلوا هاد الشي اللي كاين نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم وتعجبكم وتعجب الضيوف ديالكم والأطفال ديالكم هذا كل الفيديو ديال اليوم طبيعة الحال اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ما تضغط على زر الاعجاب وتشاركوا معايا في القناة وما تنسونيش متجعات ديالكم في التعاليق اللي كتفرحني بزاف بزاف شكرا لكم جزيل شكر والسلام عليكم محمد الله تعالى وبركاته الى فيديو القادم ان شاء الله شكرا لكم